موسيقى صبحكم بالخير اليوم التاليتها 28 شباط فبراير اخر نهار بشهر شباط الامر بيكون موجود ببرش الحمل الشمس طبعا موجودة ببرش الحوت قبل ما بلش بالابراج حاب بيذكركم انه فقرة الابراج بتنعاد او موجودة بتطلع تبث مرتين بالنهار 7 الى 4 صباحا كل يوم وتعاد في فقرة في برنامج عالم الصباح حوالي 10 و4 صباحا اليوم تأثير الامر الموجود ببرش الحمل كيف رح بيكون على كل الابراج خلونا نبدأ مع برش الحمل بالنسبة للك اليوم مولود برش الحمل قادر انك تنهي تختم شهر شباط فبراير بطريقة شوي سريعة يعني انت بتكون من الابراج السريعين والقادرين انه يعبروا وينتقلوا لشهر جديد بطريقة حلوة وبتكون مبسوط او بتكون مرتاح اكتر من غيرك هناك نوع من حركة هناك نوع من تسوية وهناك اجوبة وهناك دعم لألك تبقى الموليد اللي بعتبره اليوم اوفر حظا من غيره رح بتكون موليد 2-3 و4 نيسان ابريل بنتقل لبرش الثور بالنسبة لبرش الثور كل ما يكون الامر موجود ببرش الحمل بحس حاله مولود برش الثور انه شوي متراجع متراجع نفسيا حس حاله ما قاله جلد يتحرك ما عنده كتير ديناميكية او حتى لو اشتغل وهو كان محمس نتيجة العمل منها القدية ممتازة فانتبه اليوم حاول انه اليوم ما تختم الشهر بغلطة وتزهى عنه وما تشوفه قدامك اذا عندك امتحان مقابلة او شغل او عم بتعد مصاري او عم بتعمل عمل مهم بده دقة داك تفتح عينيك ودينيك كتير لانه احتمال الخطأ اليوم التأخير موجود ايضا تبقى الموليد الاقل حظا نسبيا هي موليد شهر نيسان ابريل بنتقل لبرش الجوزاء بالنسبة لبرش الجوزاء اليوم افضل من اليومين اللي ما رأوا يمكن اليوم يكون اريح لك حتى تختم الشهر اليوم اليوم تقدر تتعود عن شوية تأخير عن شوية كركبة صارت معك ليش؟ لانه اليوم في حدنا رح بيساعدك مش مثل مبارح او مبارح تركوك لحالك تعيش وتخوض التجربة لحالك او تخوض هالامتحان لحالك اليوم في من يساعدك وبالتالي هيدا نهار جيد جدا لحتى تشتغل بقوة بسرعة وتشهل وتهمة مثل ما نحنا منقول 13-14 حزيران يونيو قال او فرح الظن بنتقل لبرش السرطان بالنسبة لبرش السرطان صحيح الامر عم بيشكل مربع مع برشك وصحيح الامر موجود بأعلى نقطة بالدائرة الفلكية وصحيح الامر موجود ببرش الحمل بيت الاهل وبيت المسئوليات لكن ما مننسى انه بهالوقت من السنة الشمس دعمة لألك من البيت التاسع هيدا معنيتا انه صحيح في تقل صحيح في مسئوليات لكن مولود ببرش السرطان نوعا ما اموره ميسرة الجو العام مشرق معلش اذا ما رأت ببعض الامتحانات بيمكن لحظات تمرق خلال ساعات هيدا نهار كل شي مطلوب منك انه ايه تقدي واجباتك بطريقة صحيحة لكن ما تخاف وما تعتلهم كون جاهز فقط لغير مش مطلوب منك اكتر الاوفر حظا 1-2-3-4 تموز يوليو كمل مع برش الاسد بالنسبة لبرش الاسد اليوم قادر تختم الشهر بطريقة حلوة كان شهر صعب على مولود برش الاسد بلش تتحسن الامور شوي بهالاسبوع الاخير اليوم قادر فعلا انه انت تعطي فرق تعطي فرق فرق كتير كبير وتخطي خطوات الى الامام وبالتالي بعتبر هيدا نهار فرصة مؤاتية ويمكن يكون من اهم ايام هيدا الشهر لحتى تعطي نتيجة مهمة وتغير الانطباع عنك للأفضل 15-16-2021 اب اغسطس الاوفر حظان تكمل مع برش العذراء بالنسبة لبرش العذراء اليوم نهار اليوم نهار بيطمن لك بالك مبارح اقول مبارح تخربطت الامور مؤامرة كبيرة صار فيه عاصفة فلكية اليوم نوعا ما مرتاح شوي مولو برش العذراء على القليلة يمكن نام منيح يمكن ما نام منيح بس على الارجح فايق منيح اليوم وبالتالي فيه نوع من امل جديد بانقضي ظهرك هيدا نهار فيك توصفه لحتى تنهي الشهر بطريقة مرتبة انتبه على وراءك ما تطلع من بيتك من دونا كون حذر 3-4 و 5 أيلول سبتبر بنتقل لبرش الميزين بالنسبة لبرش الميزين احتمال اليوم انه باخر هيدا الشهر ترتكي بخطأ تجاه حدا او حدا هو يخطئ تجاهك وبالتالي هيدا نهار فيه كتير عجقة فيه كتير ضغط فيه كتير مسئوليات واحتمال يكون فيه خلاف وجدال بعد عن المشاكل بقدر المستطاع تبقى الموليد الاكثر تعبا هي موليد شهر سبتمبر مكمل مع برش العقرب بالنسبة لبرش العقرب ارتحت المبارح أو المبارح على القليلة فلكيا الاجواء كانت حلوة جميلة ورومانسية اليوم بيرترجع الشغل وكأنه بيحس مولو برش العقرب انه في شي نسيت شي وبتتذكروا لحسن الحظ بتتذكروا وتبلش تركض لتخلصوا او تقدموا وبالتالي اليوم ما بنخاف على مولود برش العقرب لانه قادر يختم الشهر بطريقة جيدة فقط اذا كان واعي تماما ومركز اذا بدك تلتهي احتمال انه تنهي الشهر بطريقة ناقصة بعض مولي برش العقرب يمكن يكون عندهم قلق تجاه احد الاعزة والاحبة يمكن يكون مضطرة تساعدهم توقف الى جانبهم 1 2 3 4 و 5 نوفمبر الاو فرح الظن بنتقل لبرش القوس بالنسبة لبرش القوس يومين اللي مرأوا عليك تحت تأثير الكسوف ما كانوا ابدا ابدا مرتبين ابدا ما كانوا هينين اليوم نفسيته اريح مولوبرش القوس أنت اليوم مرتاح أكتر مطمئن لوضعك أكتر اليوم في حل اليوم في حل اليوم في مين يطيب لك خاطرك فما تنزع ما تنزع أعطيه فرصة للآخر أعطيه حالك فرصة تانية نهار حلو بتقدر تنهي فيه الشهر بطريقة كتير مرتبة وأنت بتكون راضي 14-15 ديسمبر الأوفر حظا الأكثر تعبا 19-20 ديسمبر بنتقل لبرشة الجدي بالنسبة لبرشة الجدي نهاية هذا الشهر كأنك قاعد بالمكتب أو قاعد بالبيت يعني وكأنك قاعد بين أربع حيطان ما فيه كتير تنقلات مضطر تقعد وتركز على شيء يبدو بالتالي نهاية الشهر فيه شغل فيه ركض لكن ركض بموقع ما مش عم تركض كتير مسافات عم تركض مطرحك لكن بمطرحك لا تعطي النتيجة احتمال يكون القلق بسبب مسألة عائلية أو شخصية كون حذر 19 كنون التاني يناير بنتقل لبرشة دلو بالنسبة لبرشة دلو بعتبر هيدا نهار كتير حلو ليه؟ لأنه وكأنك أنت قاعد بين الكل فجأة حدا بيعطيك ميكرو لتحكي لتعبر عن رأي لتوضح فكرة يعني اليوم عندك فرصة لتناقش لتطرح فكرة لتدافع عن قضية عن قضيتك طبعا أو لتساعد غيرك نهار في حكي في سرعة خاطر في زكا زكا موجود يعني لكن بيبين وبالتالي بعتبر هيدا نهار مهم لحتى تختم فيه الشهر الأعمال يلي بده فعلا بده موضوعية بده سرعة بديهة وسرعة تصرف 11-12 شباط فبراير الأوفر حظا كمل مع برش الحوت بالنسبة لبرش الحوت ما بينخاف عليه أصلا مولو برش الحوت أنت موجود بفترة زمنية صارت لألك صار الوقت عم بيبرم لصالحك ما بينخاف عليك الأمر موجود ببيت المال ببيت الشهدات ببيت العلمات ببيت النتائج كله احتمال يكون فيه ربح يكون فيه تقدم يكون فيه خبر صار لألك وبالتالي هيدا نهار كتير حلو لمولود برش الحوت لحتى ينهي فيه شهر شباط يلي عزبوا تقريبا بالنصف الأول منه فقط إذا كنت من مواليد 1-2-3 أدار مارس كن حذر انتبه ما تاخد قرارات متسرعة بختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم بعتبرها سنة كتير مهمة بنتظارك سنة كتير مهمة لكن ضرورة تكون ويعي لأي مشاريع كتير كبيرة انت داخل فيها المجازة فات بدأ يعادة نظر بهيد السنة أمور الصحية كمان بدأك تنتبه له وترعيه أدار مارس تموز يوليو نوفمبر تشرين التاني هني أفضل الأشهر إلى اللقاء بكرة أبراج جديد شهر جديد باي باي